من الحاجات برضو لازم اقولها لكم ولازم برضو لما يكون في حاجة ايجابية ان احنا نذكرها امانة القاهرة بحيث بمستقبل الوطن قامت الحقيقة مؤخرا بتوزيع عدد 1500 حقيبة مدرسية وبدخلها كمان بعض الادوات المدرسية للطلبة الاكثر احتياجا المقيدين بدائرة منشية ناصر وزي ما احنا شايفين كمان الاطفال كانوا مبسطين جدا بهذه المبادرة 1500 حقيبة مدرسية بدخلها بعض الادوات المدرسية ده اللي قاموا بالشباب زي ما احنا شايفين ودي بقى الصور اللي كانت موجودة احسن حاجة او يعني طبعا دي طبعا المبادرة كلنا نعمل من اجل مصر الحقيقة الشباب هنا عاملين شغل كويس قوي ليه علاقة كبيرة بالتضامن يعني ليه علاقة كبيرة بالتكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في دخلة المدارس قد ايه بيكون في ناس محتاجين لده وبالنسبة لهم حكاية شنطة المدرسة دي ممكن تبقى بسيطة بالنسبة لأي حد بيسمعنا دلوقتي بس تبقى حاجة كبيرة جدا بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من العوز والفقر فالحمد لله يعني تم توزيع الالف وخمسمائة حقيبة زي ما احنا شايفين على الف وخمسمائة طالب كمان بتاريخ 17 اكتوبر طلاب أسر طلاب من أجل مصر والشباب الجمال في جامعة جنوب الوادي كمان بتنسيق مع جامعية المحاربين القدماء عملوا برضو زيارة لعدد من أربعة من أسر الشهداء ومصابي العملية العسكرية الشاملة العملية الشاملة سيناء 2018 ورحوا لهم بيوتهم رحوا لهم محل إقامتهم الحقيقة وقدموا لهم هدايا وقدموا لذويهم طبعا لذوي الشهداء قدموا لهم هدايا كاعتراف والحقيقة عرفان وشكر طبعا بتضحيات اللي بيقدموها في سيناء حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وده كمان يعني نظموا أسرة الطلاب من أجل مصر وجامعة الفيوم كمان ناتوا تسقفية بمناسبة انتصارات أكتوبر بنحقي طبعا الشباب دول ونظموا كمان في جامعة السويس معرض لبيع الكتب بأسعار رمزية وده برضو من الحاجات اللي يعني واجبنا بيها جدا كان المعرض من 17 ل 25 وهم قاموا بالمعرض ده بالكامل والحقيقة الكتب كانت أسعارها يعني رمزية وقليلة جدا وشارك معهم على فكرة مجموعة من دور النشر وشارك معهم كمان دور نشر عربية مش مصرية بس وأعضاء هيئة التدريس والأسرة كمان في جامعة المية الملتقة الطلابي الرابع لكلية الزراعة تضمن بعض الفقرات اللي كان فيها غناء وشاعر والحقيقة خط الثقافة اللي هم مشيين فيه مع طبعا خط التكافل الاجتماعي واضح جدا هم كمان بيوزعوا على أصحاب المواهب دي بعض الهدايا يعني الرمزية يعني برضو تقديرا منهم لها أولئك الشباب كمان في عمله كمان نظامه كمان أسرة من أجل مصر تنسيق مع المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان لأني رجل النادوة دي كانت في جامعية أو كان في قتل الاجتماعات بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي لمناقشة كانوا بينقشوا أهمية دعم الرجل للمرأة في مجال التعليم مشاركة الرجل للمرأة في كل أعباء الحياة طبعا منهضة العنف ضد المرأة وكازة احتفالية كانت نظمة طبعا انتصارات حرب أكتوبر وكمان نظموا في جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان نصر أكتوبر دي كانت في قاعة المؤتمرات الكبرى كلية الأداب بالجامعة طبعا وكان بينسقوا مع مدرية الثقافة بكفر الشيخ طبعا تحياتنا اليوم على كل المجهود اللي أمين بيه مش بس في القاهرة والجيزة لأ هم الحقيقة في محافظات كتيرة وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده الخط بتاع الثقافة مع التكافل الاجتماعي ودي يمكن يعني ثقافة احنا كنا مفتقدينها شوية يعني مع طبعا الأحداث ومع ان احنا كان عندنا شوية مشاكل بس يعني هادي أخلاق المصريين الحقيقية اللي بنتمنى ان احنا طبعا يبقى ده العادي بتاعنا ويبقى ده الطبيعي بتاعنا اللي احنا نرجع تاني زي ما كنا تحياتنا طبعا ليهم طيب